السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية اليوم وموضوعنا اللي راح نحكي فيه اليوم من أهم العناصر للحصول على شعر صحي بدون مشاكل اللي هو النوع الشامبو كما كانوا نعرفوا أن الشعر كشجرة كل ما اعتنيت به كل ما تحصلت على شعر صحي بدون مشاكل وجذاب ولامع المقونات اللي لازم تتجنبوها في الشامبو هي الكيبريتات والبارابين والسيليكون والكحول الإيزو روبيل هذا العناصر أكثر عناصر متسببة في تساقط الشعر تضر الفروة والشعر بشكل عام إذن فحذري منها يجب مراعاة نوع الشعر في اختيار الشامبو ولازم تبدلوا الأنواع لكي لا يتعود الشعر عليها وما يستفدش منها اليوم جبت لكم أهم الشامبوهات اللي جربتها وعجبتني وبأثمينة معقولة وساعة نغسل بفينيس بصحة أغلبية فينيس للرجال على حسب رأيي إذن رح تشوفوا معايا مجموعة من الشامبوهات مع الأسعار والفوائد انتحة تابعوا معايا الفيديو عدنا الشامبوهات غليس الساعة نتاعه 35000 يناعم ويفيد أكثر الشعر الذهني ينظف الفروة من الزيوت والرواسب شامبو فيولا ساعة نتاعه 35000 شامبو بزيت الأرقان يعالج الشعر التالف والمتضرر والمتقصف يناعم ويعالج أطراف الشعر شامبو يتخذوا بزيت الأفوغاتو وزبدة الشياء للشعر المجعد والجف الساعة نتاعه 55000 شامبو لوريال ساعة نتاعه 120000 يغضي وينقي فروة الشعر بدون رغوة يناعم الشعر الجاف وعنده بدائل رخيصة سان سيلك للشعر الأسود الساعة نتاعه 25000 يلمع الشعر خاصة الشعر الأسود كما أنه يغمق لون الشعر الأسود الفيف يعتبر أحسن شامبو للشعر المجعد والجف مستخلص من الأرز الساعة نتاعه 45000 نصيحة أي شامبو كان عندك ضعيه في قارورة قرنفل رهيل في تطوير الشعر نتمنى كل وحدة تحطلنا في التعليقات الشامبو اللي تستعملوا وتقولنا رأيها فيه بكامل استفادوا وقلوا لي وش هما المواضيع اللي تحبوني انذرهم ليكم تمنى أنكم تشاركونا بعجباتكم واشتراكاتكم نلتقي في فيديو جديد